أبدأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اعتزازه بما تشهده العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وما تتسم به من تنامي مستمر في مختلف المجالات في ظل ما تحظى به من اهتمام ورعاية كبيرة من قيادتي البلدين الشغيقين مستذكرا سموه لقائه بأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مثمنا ما عبر عنه سموه من رغبة صادقة نحو تأكيد التعاون البحريني الإماراتي بالشكل الذي يعكس تقاربهما وعملهما المشترك ودعم المنظومة الخليجية ومسيرتها المباركة وخلال لقاء سموه حفظه الله بقصر إقضائبية اليوم مع معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بحضور سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء أعرب سموه عن تطلعه نحو المزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الطاقة التي تعد أحد أهم القطاعات الحيوية والاستغلال الأمثل للطاقة المتجددة التي تستخدم المزيد من الاستثمارات وتسهم في التجيع على الابتكار واستدامة الموارد وأشاد سموه بالخطوات التي قطعتها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجال الطاقة المتجددة وأشار سموه إلى سعي مملكة البحرين نحو تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة المتجددة مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إطار الاتفاق الثنائي في هذا المجال للاستفادة القصوى من المشاريع عبر استخدام أفضل وسائل التكنولوجيا لا في تنسموه لأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن بينها مملكة البحرين وفي إطار العمل على حماية البيئة قد وضعت استراتيجياتها المتماشية مع الالتزامات الدولية في هذا الجانب والعمل نحو بناء شراكات تعمل على الاستفادة من الطاقة المتجددة والعمل على زيادة التعاون في هذا المجال الحيوي الذي من الممكن توظيفه كبيئة داعمة ومحفزة لاستقطاب الاستثمارات من جانبه أعرب معالي وزير الطاقة الإماراتي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وللعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس روزراء على ملامسه من اهتمام بالغ من مملكة البحرين بدعم علاقات البلدين الشقيقين في مختلف القطاعات بما يلبي تطلعاتهما المشتركة